السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكوا في قناة طبخة ومعلومة مع ام تسليم الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة فعلا فعلا فاجعة او نصيبة او سموها بلوة اي حاجة يا جماعة الفيديو اللي انا احكيلكو عن النهاردة دا جماعة فعلا فعلا الراجل اللي انا احكيلكو عن النهاردة دا والله العظيم بجد يصعب على على اي حد يسمع الكصة دي الراجل دا نازل قصته على مواقع السوشال ميديا وانا شفتها وحبيت شاركة معاكم يارب الفيديو يعجبكم شو اللايك والاشتراك والتعليق في القناة الكصة بتبتدي يا جماعة من عند زوج وزوجة متجوزين بقى لهم عشرين سنة الزوج والزوجة دول الجيران الأقارب أي حد يعرفوا الزوج والزوجة دول يشهدوا لهم بالأدب والاحترام يشهدوا بالزوجة بالأدب والاحترام والزوج برضو زيها عمره ما ما تقدي عليها عمره ما الزوجة دي غضبت وثبت بيت زوجها عمر ما حصل منه بينهم المشاكل اللي بتحصل بين أي زوجين يا جماعة في الدنيا كلها لا الزوجة متفاهمة جدا والزوج متفاهم جدا والحياة جميلة عنده خمس عيال بيصرف عليهم ببزغ أي حاجة بيقولوله عليها بيجيبها حتى لو ما قالوش بيجيب يا جماعة يعني هو راجل فعلا فعلا زي ما الكتاب ما قال عليه وهي كمان الزوجة لغاية ما في يوم من الأيام الزوج ده طبعا عشان عنده خمس عيال وكل ما العيال يا جماعة بيجبروا في السن كل ما الواحب بيبقى عايز يحسن دخله شوية عشان مصاريف عياله المصاريف بتزيل راح قال لها أنا هقدم في شغلانا أكبر من شغلانا اللي أنا شغال فيها دلوقتي أبضاء عالي رأيك قايت له خلاص ماشي روح قدم عشان نحسن دخلنا شوية والعيال بتجبر ومحتاج مصاريف راح الراجل فعلا راح أقدم في الشركة بس كان في شرط في الشركة انه هو يكشف على جسمه كله يعملوله زي تشيك أب على جسمه كله من أول دماغه لدفر الرجلي زي ما بيقوله راح الراجل قال ما فيش منع إنه نكشف عادي ما فياش حاجة وفعلا راح كشف وعمل تشيك أب على صحته كلها مع تحليل بقى وكل حاجة راح طبعا في شركات اليومين دول بيطلبوا الموضوع ده قبل ما يعينوا الشخص في الوظيفة عشان يعرفوا إذا كان عنده مرض مزمن عنده حاجة يبقوا عارفين الراجل فعلا عمل التحليل وكشف اللي هو الكشف الكامل تاني يوم راح عشان يجيب النتيجة يا جماعة تخيلوا إيه اللي حصل الراجل طلع في التقرير بتاعه إنه هو عقيم وما بيخلفش مكتوب في التقرير بتاعه استحالة إنه هو يكون خلف أو استحالة إنه هو هيخلف في الأيام الجاية يعني ليه عشان هو عنده عب خلق يا جماعة ما بيخلفش طبعا الراجل أول ما سمع الفجعة دي راح بسرعة راح لمراته وقال لها أنا دلوقتي ما بيخلفش أنا معايا تقرير إنتي إزاي شوف يا جماعة أشاء ربنا بصوا إنتو بس أنا هكلمكم في الأخ راح قال لمراته أنا دلوقتي التقرير اللي معايا بيقول إن أنا ما بيخلفش إنتي لعيال الخمسة دول عيال مين الست طبعا نهارت ووقعت في الأرض وأغمى عليها وقالت له فوقها وبعد ما فائت راح تقالت له أنا كنت عايزة أقول لك على الموضوع ده من زمان أنا كان لي علاقة مع خالك أنا مخلفة منه الخمس عيال دول شوفتوا يا جماعة يعني مش كفاية إنه هو عقيم وما بيخلفش ونسباله خمس عيال مش من صلبه كمان جايباهم من خاله اللي هو أخ أمه أخ أمه على طول مش 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 حد من قريبه لا ده خاله لازم على طول خاله طبعا الرجل سمع كده يا جماعة راح بسرعة على المحكمة رفع عليها بدل القضية اثنين وثلاثة واربعة هي والشخص اللي عمل معاها كده ودلوقت الموضوع قدام القضاء وإن شاء الله هياخد حقه زي وزي محمد الهادي وتغريد مهما طالت المدة ربنا ما بيسيبش وهتاخد حقه طبعا هو شارك القصة وأنا حبيتها شاركها معاك وبصوا يا جماعة برضو ربنا ما بيسيبش أشاء ربنا أنه هو يروح يقدم لشغل والشغل يعملوله كشف كامل على جسمه عشان يظهر أنه هو عقيم يا جماعة وما يفضلش طول حياته وطول عمره خمس عيال منسبون له وهما مش عياله يعني قاعد بيوكل ويشرب ويلبس ويودل الدكتور خمس عيال مش عياله يا جماعة شفتوا الجبروت وفي الآخر تعترف له أنه هما من ولاد أنه مخلفهم من خاله يا جماعة شفتوا شفتوا يعني الراجل ده بجد بجد وربنا يعني الواحد سمع قصته أنا قلبه وجعني والمصحف من القصة يعني الله يعينه وهو بقى الله يعينه الله يعينه الله يعينه هو شارك القصة عشان الناس كلها تقوله تقوله في التعليقات وتكلمه يعني وقوله كلمتاني يعني بسيه مهمة اrywلتوله يعني انتهي مهمة قلتوله مش هتغيره اللي هو فيه بس أنا مستنية رايقونتو في التعليقات يا جماعة ويا رب ان شاء الله اي زوجة بتعمل غلط او اي واحدة بتعمل الغلط وتنسب عيال مش من عيال زوجها ان شاء الله ربنا يبتلها ببلوة سودة تاخدها هي وتاخد الاشكال اللي زيها زي تغريد وصابرين والبلوة السودة اللي بقينا نشوفها احنا بقينا في زمن العجب والمصحف يا جماعة بعد عشرين سنة يكتشف ان الخمس عيال مش عيال ولا حول ولا قوة الا بالله اخر كلمة أولا لكم يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته